تستمر المفاوضات اليمنية بين السلطة وجماعة أنصار الله بشأن إيجاد حل للأزمة الراهنة دون التوصل إلى نتيجة يأتي ذلك في وقت شيع آلاف المتظاهرين اليمنيين اليوم عاقب صلاة الجمعة في العاصمة صنعاء قتلهم الذين سقطوا يومي الثلاثاء والأربعاء خلال أحداث مجلس الوزراء إضافة إلى ضحايا تفجيرات محافظة عمران احتشد آلاف المتظاهرين اليمنيين في طريق المطار بالعاصمة صنعاء في تظاهرة حملت شعار ما سموها جمعة دماء شهدائنا وقود ثورة لا تقبل المساومة وشيع المتظاهرون جثامين الذين قتلوا على يد قوات الأمن قرب رئاسة الجمهورية يومي الثلاثاء والأربعاء إضافة إلى قتل تفجيرات محافظة عمران وشدد المتظاهرون على مضيهم في الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في إسخاط الحكومة وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي تعز الواقع في وسط اليمن خرج ألاف آخرون من أنصار الاستفاف الوطني وشاهدت مدن أخرى مظاهرات مماثلة تطالب بإنهاء اعتصامات صنعاء ويأتي هذا فيما تواصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله المحادثات لإنهاء أزمة شهدت احتجاجات في العاصمة استمرت عدة أسابيع ويمثل الجانب الرئاسي مستشار الرئيس اليمني عبد الكريم الإرياني وأمين العاصمة عبد القادر هلال ويمثل جماعة أنصار الله مهدي المشاط مدير مكتب عبد الملك الحوثي وحسين العزي عضو المكتب السياسي للجماعة بحضور المندوب الأممي جمال بن عمر وينص الاتفاق المحتمل على تشكيل حكومة جديدة تحل محل الحكومة الحالية التي يرأسها محمد سالم باسندوة والتراجع عن مجمل الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وإنهاء الاعتصامات داخل صنعاء وفي محيطها وتتضرب الأنباء التي يتم تداولها حول التوصل لاتفاق من عدمه ففيما تؤكد مصادر حكومية حدوثا فراجة سياسية تنفي جماعة أنصار الله حدوث أي اتفاق